اهلا وسهلا بكم في الجزء الاول من المحاضرة الرابعة من مقررة قناة تصوير الطبي المحاضرة الرابعة عن موضوع التصوير بالاشعاء السينية هنتكلم في المحاضرة على فكرة عمل الاشعاء السينية هنتكلم على انواع التصوير بالاشعاء السينية وتطبيقاتها هنتكلم على تعريف الاجهزة الحالية وقراءة الصور هنتكلم على عوامل السلامة في تصوير الانسان في المخاضرة دي هنبتدي بالكلام على فكرة عمل التصوير بالأشعة السينية هنبدأ بالكلام على مثال تقريبي إيه اللي بيحدث إذا وضعت كف اليد على كشاف محمول في الظلام لو إحنا جبنا كشاف إضاءة وحطينا عليه كف اليد بالشكل اللي إحنا شايفينه هنا ده هيظهر عندنا جزء من اليد باللون الأحمر زي ما إحنا شايفين كده اللي هو الجزء اللي هو بتاع الأصابع وفيه جزء تاني بيظهر معتم ما بيظهرش فيه أي ضوء خالص فبنتكلم على الجزء اللي هو بيظهر فيه بعض الإضاءة بيظهر فيه اللون الأحمر وده الحقيقة جاي نتيجة لأن الضوء اخترق اليد وطبعا في اليد بيبقى فيه العوية الدموية اللي بيبقى فيها الدم بلونه الأحمر مميز فعشان كده الضوء اللي بيطلع بيطلع بضوء اللونه أحمر اللي هو بيمثل لون الدم اللي موجود داخل اليد إنما جزء الأخير جزء التاني اللي هو سمكه كبير من اليد دوت ما بيخترقش الضوء ما يدارش يخترق الضوء الجزء اللي هو سمكه كبير دوت وبالتالي ما ندارش ان احنا نشوف اي اضاءة خارجة من الجزء التاني دوت فنقدر نقول ان قدرة الضوء العادي على اختراق الجسم تبقى محدودة وبالتالي لا يصلح كتقنية لتصوير الطب إلا في اماكن محدودة بس من الجسم اللي يبقى فيها سمك الجزء من الجسم ده بيبقى اول حاجة بيبقى صغير ويبقى بيقدر يخترق بس الانسجة الرخوة ما ينفعش يبقى فيها عظام لو في عندنا عظام قدامنا العظام بتبقى يعني معتمة فما ندارش ان احنا نصور العظام باستعمال الضوء العادي طيب دلوقتي ايه علاقة الاشعة السينية بالمثال بتاع الضوء دوت الحقيقة الاشعة السينية هي اشعة كهروماناتيسية لها نفس طبيعة الضوء ولكن نقدر نقول ان هي تختلف على ان ترددها اعلى وبالتالي طاقتها اعلى بكتير من الاضاءة العادية لو احنا بصينا على الطيف بتاع الترددات بتاعة الموجات الكهروماناتيسية هنلاقي الجزء بتاع الضوء المرقي بيبقى موجود في جزء صغير جدا من الطيف دوت قابليه ممكن نشوف بقى نفس الترددات اللي بنشوفها في الراديو في التلفزيون حاجاتي كلها بنبعد بيها على مخطات الارسال واعلى منها نقدر نشوف اللي هي الموجات يعني فوق البنفسجية واشعة اكس وممكن نلاقي بقى اللي هي اشعة جاما اللي هي بتطلع من الذرات اللي لها يعني قدرات يعني اشعاع فبنلاقي ان احنا عندنا هي نفس الطبيعة بس هنا الترددات بتاعة الاشعة السينية بتبقى اعلى شوية من ترددات الضوء الحقيقة الكورين الترددات اعلى وبالتالي الطاقة اعلى هتخلي قدرة الاشعة السينية على الاختراق اكبر بكثير بكثير جدا من الضوء وتسمح باختراق جسم الانسان بسهولة لو احنا اخدنا بقى الجزء ده وبصينا عليه بتفاصيل اكتر شوية هنلاقي انه جزء الاولاني دوت جزء اللي هو بتاع الاشعة السينية الاولاني دوت ممكن يستعمل في بعض التطبيقات العلمية اللي هي بنقدر نبص فيها على المواد ونقدر نعرف طبيعة المواد عاملة ازاي بعد كده ممكن نبتدي بقى التطبيقات الطبية بتبتدي من مثلا 20 كيلو الكترون فولت وده الوحدة بتاعة القياس بتاعة الطاقة بتاعة الموجات ممكن نبتدي نشوف بقى اللي هي اشعة الثادي ونفضل بقى لكي نطلع في الطاقة لغاية لما نوصل نحن في اعلى درجات الاشعة السينية بنقدر نشوف بقى الحاجات اللي بنستعملها في المطارات اللي بنشوف فيها في الجزء بتاع التفتيش على الشنط والحاجات زي كده على الاسلحة بيبقى في جزء بتاع الكشف بالاشعة السينية على الحاجات دي بيبقى محتاج طاقة من الاشعة السينية تبقى اعلى بكتير فعامتا نبقى متأكدين ان احنا عندنا الاشعة السينية لها نفس طبيعة الضوء ولكن الطاقة بتاعتها اللي هي اعلى بكتير جدا من طاقة الضوء بتسمح لها انها تختارك جسم الانسان وبالتالي نقدر نستعملها في التصوير الطبي عايزين نفهم بقى احنا ازاي بنولد الاشعة السينية الحقيقة الاشعة السينية بتتولد من خلال عملية فيزيائية بنسميها الاشعاع الانكباحي او بالالماني بريمسترالونج فالكلمة دي كلمة الماني والحقيقة موجودة بنفس الاسم بالزبط في جميع اللغات يعني موجودة بالانجليزي بنفس الكلمة بالزبط هي بريمسترالونج فالعملية دي بيبقى فيها الحقيقة اللي بيحصل ان الالكترونيات بتخش جوه ذرات جوه هدف مصنوم معدن ثقيل زي التانجستن مثلا ولما الالكترونيات دي بتخش جوه الذرة نفسها بيبتدي يحصل لها حاجة زي فرمالة او يحصل لها حاجة زي ان سرعيتها بتيتقل ولما سرعيتها بتبتدي تقل الحقيقة التقليل السرعة دوت بينتج يعني طبعا عشان الطاقة ما بتفناش ولا تستحدث من العدم فبالتالي الطاقة اللي بتقل من الالكترونيات السريعة دي بتتحول لفوتونات بتاعة اشعة اكسا والاشعة السينية فبالتالي لما احنا بنتكلم على عملية توريد الاشعة السينية بنخلي فيه عندنا مصدر للالكترونيات وبعد كده بنخلي المصدر دوت يقضف الالكترونيات بشكل سريع جدا على هدف والهدف دوت لما بيجي الالكترونيات فيه بيبتدي بعد كده هو نتيجة ان هو بيعمل لها فرمالة بيعمل الالكترونيات دي فرمالة او يعني تهدئة في السرعة بينتج عن كده الفوتونات بتاعة الاشعة السينية فبالتالي التوليد الاشعة السينية نفسه بينتج عندما تدخل الالكترونيات مجال الضرة تتأثر سرعتها وتبدأ في التباطق وتتحول طاقاتها الى اشعة سينية والحقيقة الاشعة اللي بتنتج دي بتعتمد على عدد وسرة الالكترونيات عدد الالكترونيات بيحدد لنا يعني الشدة بتاعة الاشعة السينية اللي طلعها والسرعة بتحدد لنا الطاقة بتاعة الاشعة دي عاملة ازاي فبالتالي بنتكلم على ان احنا حسب التصميم بتاعنا بتاع الجزء اللي هو بنسميه انبوبة الاكس راي او الجزء بتاع التوليد الاشعة السينية نفسه ممكن يتحكم فيه عدد وسرة الالكترونيات وبالتالي بيتحكم فيه الطاقة والشدة بتاعة الاشعة السينية المتولدة بعد ما تولدت الاشعة السينية لما تبتقي تخترق الجسم بقى بيبقى فيه عندنا امتصاص الاشعة السينية داخل الجسم بنسب مختلفة من كل نسيج حيوي مختلف عن نسيج الحيوي التاني وهي حقيقة اساس التباين في صور الاشعة السينية يعني بمعنى اناتنا الحاجة اللي بنشوفها في الصورة okay不錯 بيبقى فيه مسا واضح انه يعني نصيجة رخوا هاره و هنا ان نوع من نوع التباين واضح جدا من نفسنا التباين ده اساسو انه هي اختلاف في الامتصاص بتاع الأشعة السينية بين العظام مثلا وبين الانسيجه الرخوا اللي موجودة هاره فصورة الاشعة السينية يعمل على بتاع الاخل الخريطة لامتصاص الأشعة السينية داخل الجسم يعني بنتكلم مثلا إحنا عندنا الجزء اللي هو لونه أبيض ده معنى كده ان الامتصاص الأشعة السينية فيه عالي والجزء اللي هو يعني شكله أكتر يعني أقل بياضا يعني بيبقى معناه ان هو فعليا امتصاص الجسم للأشعة السينية أقل الجزء اللونه أسود ده معنى كده ما فيش أي امتصاص نهائي للأشعة السينية فبنتكلم على ان احنا عندنا لو شفنا بقى الأنسيجة الحيوية المختلفة وشوفنا معامل الامتصاص بتاعها عند طاقة معينة للأشعة السينية هنلاقي ان في اختلاف كبير جدا بين العظام مثلا هي بنتكلم على رقم مثلا حوالي نص وبنتكلم على الهوى ان هو تقريبا صفر فمعنى كده في اختلاف كبير بالتأكيد بين الاتنين وده وضح لنا مثلا ده لونه أبيض وده لونه أسود يعني الهوى ده اللي موجود هنا دلوقتي فهنا الهوى ده بيخلي الصورة لونها أسود والهوى الجزء اللي هو فيه عظام ده لونه أبيض تقريبا الأجزاء الأخرى بقى اللي هي فيها دم وفيها دهون وفيها أنسجة رخوة نلاقي ان هي طبعا برضو فيها اختلافات صغيرة عن بعضيها وفيها اختلافات عن العظام وفيها اختلافات عن الهوى فبنلاقي ان فيها عندنا هنا بيظهر تباين بين الحاجات المختلفة وبعض بين أنواع الأنسجة المختلفة وبعض ومن التباين ده الحقيقة نقدر ان احنا نستعمل الخريطة بتاعة الامتصاص دي في التشخيص المعاملات الامتصاص دي هي بتتغير مع الطاقة لو احنا شفنا المنحنة دوت دي الطاقة بتاعة الأشعة السينية عند كل مكان هنا لو احنا خدنا خط كده الفوق هيقول لنا ان احنا عندنا مثلا الدهون هنا الامتصاص بها قد ايه وهنا العضلات وهنا العظام وفي بعض المواد بتستعمل يعني لا علاقة باستعمال الأشعة السينية زي الرصاص مثلا وزي اليود هنلاقي برضو لها معاملات امتصاص مختلفة تماما اكثر بكثير من العظام وبقية الأنسجة الرخوة اللي موجودة في الجسم فبنستعمل مثلا اليود دوت نتيجة انه هو مختلف تماما عن بقية أجزاء الجسم او بقية الأنواع الأنسجة اللي موجودة في الجسم بنستعمل اليود كعمل تباين في التصوير في بعض الأحيان زي ما هنشوف بعد شوية بالنسبة للرصاص الحقيقة بيستعمل في الوقاية من الأشعة السينية لو احنا عندنا مكان عايزين نعمل فيه وقاية من الأشعة السينية يعني مثلا احنا بنحاول نحن نخلي جدران المكان اللي فيه أشعة السينية اللي هو مكان الفحص جدران بتاعته فيها حاجة فيها رصاص بحيث ان هي تمنع خروج الأشعة السينية دي للخارج بحيث ما يبقاش فيه أي تعرض للأشعة السينية من الأشخاص اللي موجودين خارج حجرة الفحص فممكن الرصاص ده بيستعمل فيه الكلام ده وبرضو نفس الكلام الرصاص برضو ممكن يستعمل نحن ننتج منه بعض أنواع الزجاج اللي بتبقى برضو واقية من الأشعة فالابتصاص بتاع الأشعة في الداخل الجسم معموما اللي هو كنا بنكلم عليه هنا دوت هو أساس التباين في صور الأشعة السينية الطريقة بتاع التصوير بأشعة السينية الحقيقة هي طريقة تصوير إسقاطي إسقاطي معناها إيه؟ معناها أن أنا بيبقى فيه عندي يعني يعني الأشعة السينية بتبقى ممتولدة عندي من مصدر والمصدر ده بيصدر إشاعات بتدخل داخل الجسم وبعد كده بتقع بعد كده في الآخر على فيلم أو على مستقبل ما والأشعة نفسها بتدخل داخل الجسم وبتطلع والنقطة كل نقطة هنا عندنا في الصورة هي عبارة عن حاصل الجمع بتاع كل خواص الأنسجة في طريق شعاع التصوير يعني لما ببصت مثلا على منطقة معينة هنا لو في عندي نقطة هنا كده مثلا النقطة دي مثلا هتمثل إن الإشعة دخل مثلا داخل الجسم ومر على القلب ومر على الرئة وممكن يكون مر كمان على بعض الأظام اللي موجودة عندنا في القفص الصدري وفي الآخر النقطة دي بيتمثل مجموعة الخواص الموجودة داخل الجسم في طريق الشعاع اللي مر ده فبنتكلم على إن إحنا عندنا لو بنتكلم مثلا على أشعة مقطعية اللي إحنا نتكلم عليها في المحاضرة الخمسة الأشعة المقطعية ما تبقاش كده الحقيقة أشعة المقطعية كل نقطة هنا في الصورة بتمثل نقطة فعلا في الواقع في الأبعاد الثلاثة يعني ما بتكلم على هنا نقطة لأ بتكلم عن نقطة دي نهي عبارة عن حاصل جمع كل النقطة اللي موجودة عندنا في الخط اللي بيمثل الشعاع اللي دخل داخل الجسم فبالتالي في عيب كبير جدا عندنا في أشعة في الأشعة السينية إن أنا عندي بشوف كل الأعضاء بتاعت الجسم متراكبة على بعض يعني بنكلم على إن هنا بيبقى صعب إن إحنا نقدر نطلع عضو معي من أعضاء الجسم كده يبقى الوحده وبقيت الأعضاء التانية تبقى برضو الوحديها لا ده أنا هنا شايف كل حاجة كلها متراكبة على بعض يعني هنا العضمة بتاعت الترقوة هنا متراكبة مع العضمة بتاعت القفص الصدري وتحتهم كمان الجزء من الرئة فكل الحاجات دي كلها فوق بعض كده بتخلي فيه في بعض الأحيان صعوبة في التشخيص بعكس مثلا ما ببص على صورة بالشك ده كده الصورة دي كل نقطة فيها بتاعني نقطة موجودة في الواقع ما هياش متراكبة مع أي أعضاء تانية فبالتالي بيبقى طبعا الأشعة المقطعية بتبقى أفضل شوية في التشخيص بس طبعا النيزة بتاعت الأشعة السينية إن هي بساطتها وإن هي طبعا زهد يعني تكلفتها فطبعا لها بعض التطبيقات الحقيقة بتبقى مش محتاجة إن احنا يعني نعمل أشعة مقطعية أو بيكفي جدا إن احنا نبص على الحاجة اللي موجودة حتى لو كانت متراكبة مع بعض الأنسجة الأخرى فنبقى عارفين بس إن الفكرة الأساسية بتاعت تصويب الأشعة السينية بيبقى فيه عندنا مصدر والمصدر بيوز الإشعاعات والإشعاعات دي في الآخر بتدخل داخل الجسم وتطلع محملة بالخصائص اللي هي بتاعت الأنسجة اللي عدت عليها والخصائل دي بتتحط بعد كده فيه نقطة في الصورة والنقطة دي بتمثل بقى كل الأنسجة اللي هي مرت عليها زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي لو حبنا نقارن بين صورتي الأشعة السينية والضوء عشان نشوف إيه الفارق بينهم هنلاقي إن أول حاجة صورة فيلم الأشعة السينية هي صورة سلبية يعني بتبقى شكلها زي ما احنا شايفين هنا كده بالشكل ده ده عبارة عاملة زي الناجاتب بتاع فيلم التصوير الناجاتب بتاع فيلم التصوير حقيقة الجزء اللي ما بيتعرضش فيه للضوء بيبقى لونه ابيض وجزء اللي بتعرض فيه للضوء بيبقى لونه اسود لو حد فينا كان بيستعمل الكاميرات القديمة بتاعت زمان قبل العهد بتاع الكاميرات الرقمية هنلاقي ان احنا الفيلم لما بيتحرق بيبقى لونه اسود بالشكل ده كده لو الفيلم حمضناه من غير ما يكون تصور اصلاً بيبقى لونه ابيض بالشك كده كده فهنلاقي ان احنا عندنا الجزء اللي هو فيه امتصاص كبير بمعنى ان الفيلم ما تعرضش فيه لاشاع كتير هنلاقي ان هو بيبقى لونه ابيض والجزء اللي اتعرض فيه الفيلم لاشاع كتير لان ما كانش فيه اي حاجة خاصة موجودة عشان تعوقوا او تعمله negativity يبقى هو الجزء اللي هو في الخلفية دوت اللي هو الجزء اللي فيه هوا وبالتالي بيبقى لونه اسود فالسطوع الأكبر بالصورة يمثل اختراق أقل الأشعة في الجسم يعني الجزء اللي هنا ده اللي هو فيه الإضاءة عالية كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده بيمثل الأجزاء اللي فيها امتصاص عالي للأشعة السينية لأن الأجزاء دي الحقيقة معناها أن احنا الأشعة السينية امتصت فبالتالي النقطة بتاعة الفيلم اللي وراها لم تتعرض للأشعة السينية إنما الأجزاء اللي هي في الخلفية دي هنلاقي أن هي تعرضت للأشعة السينية كاملة تنفى بالتالي حصل لها ان هي السودت بالشكل احنا شايفينه دا وطبعا منلاحس لو احنا قارننا بين الصورتين دول دي الصورة اللي متاخدة بالضوء والصورة اللي متاخدة بيه العشاعة السينية ان طبعا اختراق بتاع العشاعة السينية لليد بيبقى اكتر بكتير جدا من اختراق الضوء لليد فمنلاع ان احنا الاجزاء اللي دي mi لا حصلش اختراق اصلا الطفل خالص في حين احنا نشاهد هنا جميع التفاصيل اللي موجودة في اليد بوضوح شديد يعني نتيجة لان الاشاعة السينية دخلت وكل التفاصيل اللي موجودة تأثرت بيها وبالتالي حصل ان الصورة بتاعتها بقى فيها كل التفاصيل دي موجودة من غير اي حاجة ما تعاوقها خالص فبالتالي طبعا بيبقى واضح بالنسبة لنا جدا الاشاعة السينية هي فعلا اشاعة مناسبة جدا لتصوير جسم الانسان اشكركم من حصم تابعتكم ونلتقي في الجزء الثاني من المحضر الرابعة ان شاء الله